بتعرف انه هذا التطبيق بصنع محتوى من فيديوهاتك شي رائع جدا بس بتحط له الفيديوهات وبيعملك محتوى كامل وبشكل احترافي يلا نتعرف على هذا التطبيق سوية طبعا هذا التطبيق غير انه انت فيك تعمل منتاج اوتوماتيكي للفيديوهاتك لحتى تعمل محتوى ركز معي لحتى تعمل محتوى مو مجرد اي فيديوهات او اي قوالب بالاضافة فيك تعمل منتاج بشكل يدوي في حال انت بدك تعمله اكتر احترافي ما رح ياخد منك وقت اذا كنت غير متفرغ بدك تعمل محتوى فنصيحتي اليك تستخدم هذا النمط من التطبيقات مرحبا يسعد اواتكم المحمود الجبني مور الكاميرا زوجتي رامة طحان نحصلنا افلام عم نحاول فيتكون بين معلومات قصيرة والسريعة في علم صناعة الافلام علم الصوت الصورة واسرار صناعة المحتوى اصدقائي لا تنسوا تتركوا لايك وتعليق لحتى نعرف انه اعتصلكم الفائدة واذا كنتوا جدد فعلوا زر الجرس وحطوا كل الاشعارات اما وضوح حلقتنا اليوم بدي علمك كيف تحول فيديوهاتك لمحتوى حرفيا لمحتوى شو يعني محتوى يعني تنشروا فيسبوك انستجرام تيك توك يوتيوب بدون ما تتعذب اذا كنت غير متفرغ انت شخص بيسافر انت شخص بتصور كتير ما عندك وقت لحتى تعمل محتوى لحتى تعمل منتاج فاستخدم هذا النمط بالتطبيقات اللي بساعدوك انه تحول فيديوهاتك لمحتوى ورح اعطيك اقتراحات لمحتوى بناسبو هاي التطبيقات يعني رح تاخد الشيء من الالف لليا ما رح طول عليكم كتير خلونا نتقل للموبايل وتعرف على هذا التطبيق الرهيب يا اصدقائي هذا هو تطبيقنا جوبرو كويك ومنشوف من اسمه انه تابع لشركة جوبرو العالمين طبعا يا اصدقائي رابط التحميل موجود بالوصف فيك تحمل التطبيق بكل سهولة وبضغط زر خلونا نفتح التطبيق نتعرف اكثر عليه وعلى واجهته وطبعا يا اصدقائي لازم تعمل حساب على هذا التطبيق بكل سهولة من خلال اي ايميل بدي نبهك انه هذا التطبيق مجاني لكن اذا بدك تربطه مع كامرة الجوبرو لحتى يمنتج لك مباشرة من الجوبرو فهذا بيصير مدفوع بينما اذا انت دخلت له الفيديوهات من الستيديو ومنتج لك ياهم اعمل لك محتوى كامل انت مانك محتاج تشتري اي شيء وانا بانصحك تستخدمه مجانا لانه كل الميزات اللي جربت اللي انت محتاجها كصانع محتوى هي بشكل مجاني وبكل بساطة اول ما بنفتح التطبيق عندنا اربع خيارات بالاسفل الخيار الاول هو جوبرو اذا بدك انت تربطه في جوبرو او في عندك الخيار التاني للستيديو يلي فيك تعمل منتاج بشكل يدوي الخيار التالت يلي هو ميديا الملفات الموجودة على موبايلك والخيار الرابع الموجود عندنا هون يلي بيعمل لك منتاج اوتوماتيكي بيحول لك الفيديوهات لمحتوى بيقطع لك ياهم بيختار لك الانسب بيضف لك الموسيقى بيضف لك المؤثيرات وفيك ايضا تختار اكثر من نمط او انت تعدل اشياء معينة طيب هذا الشي شو بيفيدك لحتى تحول الفيديوهات لمحتوى ركز معي منيح بداية انت شخص بصور كتير لا نفرض انت عندك محتوى بتصور طبيعة ان كان انت بتسافر او ضمن مدينتك او حتى بتصور اشياء متقطعة انت رايح على السوق صورت عدة فيديوهات انت رايح على طبيعة او رحلة صورت عدة فيديوهات طبعا انت محتاج تدمجهم تحط لهم موسيقى تقطعهم وتنشرهم على السوشال ميديا في اي منصة كانت انت بكل بساطة فيك تدخلهم هذا التطبيق كل اللقطات اللي صورتها ضمن هاي الرحلة او ضمن هذا التسوق وبعدين بيطالع لك فيديو جاهز انت هذا الفيديو ان كان بالطريقة الطولية او العرضية بتنشره على السوشال ميديا او اي منصة بدك اياها ورح اعطيك مثال لمحتوى انت قادر تنفذه انت شخص بحب السفر ورحت على دولة ما صورت حالك بالطيارة صورت حالك انت ونازل من الطيارة بعدها صورت نفسك داخل الاوتيل بعدها كيف رحت على المعالم السياحية بعدها كيف اكلت في المطاعم بعدها انتهت رحلتك ورجعت لبيتك بكل بساطة بتجيب كل هاي المقاطع اللي صورتها بجوالك وبكبس الزر بيعملك محتوى جاهز وفلوك جاهز للنشر وكيف بتعمل هذا الشيء خلوني ارجع للتطبيق لنشرحها لي اكتر بكل بساطة بدنا نتجه لهذا الخيار اللي شايفينه بالاحمر بعدها بدنا نضغط على زر الزائد ونجيب المقاطع بشكل متسلسل يلي صورناها بعد ما نضيفها يا اصدقائي بيطالع لي اياهم بشكل متسلسل مثل ما عم نشوف هذا هو المقطع الاول هذا هو المقطع الثاني الثالث الرابع الخامس والسادس انا حطيت عدة فيديوهات موجودة عندي ورتبتها بشكل متسلسل عنا ست مقاطع فيديو انا ضفتها طبعا فيك تضيف صور او تضيف اي شيء تاني بكل بساطة طالع لي اياه بهذا الشكل خلونا نشغله ونشوفه سوا عم نشوف انتقالات عم نشوف الصوت عم نشوف المونتاج هي كانت البداية الانتقالات عمل لي اياهم حتى اقطع لي كل لقطة يعني ما حطهم كلهم وانا ما اختار لقطات المناسبة طيب انت بدك تغير هذا النمط ما عجبك بدك نمط اخر او بدك تعدل جزئية معينة كيف بتعمل هذا الشيء رح اشرح لك بكل سهولة قبل ما نكمل بدي اقول لك انت عب تضيع فرصة ثمينة جدا اذا ما عب تتعلم صناعة المحتوى وما عب تحول افكارك او مهنتك او معلوماتك لمحتوى الامر مو بتعلق بس بالارباح الكبيرة يلي رح تحصل عليها بشكل مؤكد وانما ايضا بالحصول على الشهرة والنمو وبناء هويتك البصرية وتواجدك وتأثيرك على السوشال ميديا صناعة المحتوى هي المستقبل لهيك كوميرا اكاديمي بتقدمك حزم التدريبات احترافية جدا بصناعة المحتوى نبدأ معك من الصفر اعداد المحتوى تطوير المحتوى تجهيزه وايضا انتقال للامور الاخرى التقنية كيف تصور هذا المحتوى بالطريقة الاحترافية كيف تمنتجه ايضا بالطريقة الاحترافية وكل انواع المحتوى وصولا الى الخوارزميات والنشر لحتى تحقق النمو على السوشال ميديا تدريب متخصص باليوتيوب والسوشال ميديا بشكل احترافي وصناعة المحتوى المتكامل وايضا تدريب متخصص بالتيك توب وبشكل احترافي من الالف لاليا مو بس هيك اعددت لكم كود خصم هدية خاص فيكم فيكم تستخدموا هذا الكود مع اي دورة بتشوفوها بكوميرا اكاديمي كود الخصم يوتيوب 2024 رحكون معكم خطوة بخطوة لحتى تحققوا احلامكم وتصلوا لهدفكم بالشهرة والنمو على السوشال ميديا طريقة الانضمام روابط الانضمام موجودة بالوصف والتعليق المثبت ويلا نكمل طبعا اصدقائي لحتى نعدل شيء معين او حتى نغير النمط ممكن ما يعجبنا هذا النمط او بدنا نمط اخر بس اضغط على الفيديو منشوف انه طالع لك هاي الشاشة الشيء اللي بدك تعمله بعده هو الزر القلم ضغطت على زر القلم نقني بشكل مباشر الى داخل التطبيق واعدادات مختلفة ظهر عندي هون هاي الفيديوهات بشكل متسلسل لنفرض ان تنسي تضيف فيديو فبتروح الى الاخير وبتضيف زر الزائد ايضا في عندك خيارات اخرى بتضغط ضغطة مطولة على الفيديو اذا بدك تعمل فيديو قبل الاخر في حال انت خربطت بالتسلسل ايضا فيك تضغط على كل فيديو من هاي الفيديوهات زر القلم ويفوتك ايضا الى داخل خيارات فيك انت تعمل مثلا تغير الوان عن طريق الفلتر او تغير السرعة عن طريق السبيد او تضيف نص معين او تضيف اعدادات من خلال تغيير الالوان بشكل يدوي ايضا عندك الصوت فيك تغير بالصوت وايضا الفريم فيك تغير قياسه ايضا فيك ترجع الى الخلف مثل ما حكينا في عندك الثيمات من خلال هاي الثيمات انت فيك تختار نمط مغاير للمنتاج يعني نمط متخصص بالإفكتات نحن مثلا مختارين هاد او هو اختاره بشكل اوتوماتيكي فيك تختار مثلا هذا النمط منشوف غير لي اسلوب المنتاج بشكل كامل شايفين غيرو بشكل مختلف صار حتى ضف لي مؤثرات مختلفة ايضا فيك تختار ثيم اخر ومنشوف كيف غير الثيم طبعا انت فيك اي ثيم موجود عندك تضغط على هذا الزر وتغير بالوانه وتغير بالفونت وتغير بكل شيء بتعلق فيه عندك خيارات كتيرة وما بيحدك ايضا اذا تجاهدت الموسيقى لنفرض الموسيقى يلي وضع لك ياها انت ما عشبتك ففيك تختار نمط اخر من الموسيقى او تعمل او بورت لموسيقى موجودة عندك انت المدة شفتها قصيرة او شفتها طوللة كيف بتقصرها كيف بتطولها بتروح على الطول يعني موجود هون انت بكل بساطة فيك تروح باتجاه الماكس يعني بيزود لك المدة او تروح باتجاه المينيموم يلي رح يقصر لك المدة فبتختار انت المدة المناسبة يلي انت محتاجها من خلال نشرك لهذا المحتوى واذا بدي انصحك فممكن انا انصحك بمدة ممكن تكون دقيقة في البداية خاصة لحتى تروح على الفورمات من خلال الفورمات انت هذا الفيديو لمين بدك تصدره اذا بدك تصدره لتيك توك مثلا او بدك تصدره ليوتيوب شورتس او للريل فبتروح على 9 على 16 اذا انت بدك تخرجه بشكل مربع لحتى تنشره بوست فيسبوك او تنشره بوست ان انستجرام فبتروح على المربع اللي هو واحد واحد واذا انت متجه اتجاه اليوتيوب الفيديوهات العريضة فانت بتروح على 16 على 9 وبسوي لك تياه بشكل عريض ومنشوف بكل احترافية بضغط الزر بيغير لي القياس دون ما انا اتعب يعني انت صورت بشكل طولي فيك تقلبه للشكل العرضي بسهولة صورت بشكل عرضي فيك تقلبه للشكل الطولي بسهولة هذا الشي مجاني مثل ما بتشوفه ما دفعنا في لس واحد ممكن تكون في كتير تطبيقات بتشتغل هذا الشغل لكن صراحة عن تجربتي شفت هذا التطبيق كونه من شركة كبيرة هو الاكثر استقرارا وخاصة هاي الميزات بيعملنا ياها بشكل مجاني وايضا بيساعدني على تحويل الفيديو العرضي لطولي او الطولي العرضي دون ما فوت بمتاهات كبيرة رابط التحميل تركت لكم يا بالوصف واذا حابين تنضموا لأقوى تدريب بصناعة المحتوى فلا تنسوا كوميرا أكاديمي بتقدم لكم أقوى تدريبات صناعة المحتوى مع كوت خصم خاص لعيونكم يوتيوب 2024 على كل دورات كوميرا أكاديمي طريقة الانضمام روابط الانضمام موجودة بالوصف والتعليق المثبت لا تنسوا انتوا تصنعوا متقبلكم مع كوميرا أكاديمي المحمود الجبني مورو الكاميرا زوجتي رامطحان نحصل ناعفلام عم نحاول فيتكم بعين معلومات قصيرة والسريعة بعلم صناعة أفلام علم صوت الصورة وأسرار صناعة المحتوى نحب نحييكم ونقولكم سلامات